السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 19 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الثور لغاية الساعة ثمانية وصدقاء مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء حتى مساء يوم الاثنين في الساعة 10 و48 دقيقة بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 16 دقائق من صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها أو الأورام الأعمال الأشياء من هذا القبيل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الثور لغاية ساعات المساء فمعنى تمنظل أكثر حذراً من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادراً أنه نبحث عن أي شيء جديد بهذه الفترة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً وإلا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خطة توفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل مع العائلة أو مع أفراد العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 9.59 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 2.10 دقائق عصراً بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع من ناحية إيجابية وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والمهلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخاص به بيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفاً والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة ثمانية أصدق قائق مساء بتوقيت جرينج هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية أصدق قائق مساء بتوقيت جرينج خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج الجوزة وبلش يشكل أول زوايا منفصل لرائله عشان هيك من ساعة المساء منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في أي اتجاه في شتى المجالات وجميع الاتجاهات ولكن نتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعة المساء عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتي الغد الدرقي اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات المساء والأيام القادمة لحديث ما ينتقل القمر من برج الجوزاء للسرطان عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة اليوم لإجراء العمليات الجراحية مناسب أيضا هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه خلص استقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين زي ما حكينا بيبدأ الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانج وبينتهي الساعة عشرة وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرانج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدى بالآن عمره 17 يوم الساعة 4.19 دقيقة بعد عصر اليوم السبت بتوقيت جرانج بنبدأ باليوم الثمنتاش نسبة الإضاءة 91% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 15% القمر في الثور ورح ينتقل للجوزاء ورح يظل في الجوزاء من ساعات المساء ليوم 21 منتحس بنسبة 25% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 10% ساعات الصباح منتحس بنسبة 25% ساعة المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في العقرب حتى يوم 12 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 سعيد الآن بنسبة 45% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معا فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم من الآن وحتى ساعات المساء ممكن تعالجوا استحقاق مالي ولكن في زيادة في المصاريف أو صرف الأموال أما في ساعات المساء هنا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير وقت مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو لتحركاتكم أو اتصالاتكم وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم أكبر اليوم وبعمكم النشاط بشكل غير عادي وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي والاهتمام بالذات أو اهتمام بمظهركم حتى أما في ساعات المساء بصير الوضع بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتجي من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم أو معالجة أمر مالي طارق برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا برضو من الآخر وحتى ساعات المساء القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بظل الوقت بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إحمال صحتكم أما من ساعات المساء هنا بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة أيضا القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية بالنسبة لألك برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بظل يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية من لقاء الأصدقاء أو تعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وبرضو ممكن يظل في نوع من أنواع اللقاءات الودية الاجتماعية أو تعزيز العلاقات أو إنك تلجأ لبعض المعارف لمساعدتك في أمر ما ولكن من ساعات المساء القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعة المساء بتظل الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين وأيضا بإمكانكم تحافظوا على سمعتكم فترة جيدة ولكن ما تتخذوا فيها قرارات وما تجازفوا وما تغامروا أما في ساعات المساء وما بعد هنا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترفقك رياح مواتي رغم بعض الضغطات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بيظل النشاط من الآن وحتى ساعة المساء بالاتصالات الخارجية أو التعامل مع الأجانب وممكن يصلكم خبر من خارج البلاد أو تنجحوا بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم ولكن في ساعات المساء بيصير الوقت مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل في فرصة من الآن وحتى ساعات المساء لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة إلى الرعاية أما في ساعات المساء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن وحتى ساعات المساء بظل اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن بالظل العصبية موجودة والحدية بالطباع مسك العصاب أو ضبط العصاب مطلوب جدا خلال هذا الوقت أما في ساعات المساء هنا بتتغير الأوضاع بتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلاة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنك تنتبه على أموالك في ساعات المساء من النصابين والمحتالين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر الآن بيتجهل المقابلة وفا من الآن وحتى ساعات المساء رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة عالية جدا على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة حاولوا قدر الإمكان ما تدخلوا بأي نزاع أو أي خلاف ما بينكم و بين زملائكم بالعمل أما من ساعات المساء هنا بيصير هذا اليوم أو بتصير هاي الساعات من ساعات المساء والأيام القادمة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تحاضروا الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات المساء وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو الاهتمام بأنفسكم أو بأحباكم الحظوظ بظل تدعمكم بشكل كبير وبرضو في فرص كبير لإلكم حاولوا تستثمروها أما في ساعات المساء ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن وحتى ساعات المساء وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية ممكن يكون في حدث عائلي أو مناسبة أو فرحة أو حتى قلق على أحد الأحبة خلال هذا اليوم ولكن طب الأعصاب مطلوب أما في ساعات المساء هنا بترغبوا في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني يطمئن بالكم نسبيا طبعا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبتظل لها فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو للترويج لعمل أو إقناع الغير بوجهة نظركم وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار هاي فترة جيدة نشطة سرعة بديها قدرة على الإقناع عالية جدا وللتواصل مع الأحبة برضو ممتاز جدا أما في ساعات المساء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية ولكن لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء